صبح النور غزالة جالي كديري لبساعد لكم جاء ستكونوا مرتاحين إن شاء الله الرحمن الرحيم نبدؤ فيديو دينا بالصلاة على نبينا علي أفضل صلاة وسلام هات السباح يلا رهم شماش اليوم الصبت مشمش القادية شوية الحمد لله بعد ذلك الله يجعل لنا تجهي ودخل لنا بالنفاع إن شاء الله الرحمن الرحيم والذين لديهم خسائر الله يجعلها تحد الباس والذين يتوفر دورة اللي طاحوا الله يرحمهم البنات انتمنى من خسائر ايضا الانسان لا تريد كل شيء تعاوض الله سبحانه وتعالى مهم بنات هذا الفيديو سيكون البنات الكيك اللي اسمتها قدرت قادر زوينة بزاف غير على اسمتها قدرت قادر انتم لا تشوفوها لاش فتسد المراحل او تسد طبقاتك جي رائعة وهكا راقية الضيوف والعائلتنا نفرحوا بهم مهم على بركتي الله غزلتي سنبدأ بالمرحلة الاولى الكيك اول حاجة كيف تشوفو معي البنات كاثرونة وكاس جيل سكر سندة سنصوب اضماتيك مائفة كنشوفو السكر سندة وكاثرونة كنفهمو كنفهمو بان هذه الكيك فيها سوس كاغامل اول حاجة غزلتي الكاغامل دي مبني كنصوبوه البطاة خطا تكون كيف شمعه يعني البطاة مهيلة بزاف باش مكتش تحرق لينا وزا ما يكون في الماداق دياله مش يمر زوين كيف كتشوفو معي ادرس اذك الكاس جيل سكر سندة سوف نضعه بطاة فوق البطاة مهيلة حتى غزلتي تماما ويرجع كاغامل ديما ما زال ما دابش باقي ندوك طريفة تسكر غزلتي تماما البنات كله البطاة مهيلة ويبقى هكا في اللون ما يوليش ماران بزاف سوفي غزلتي من بعد كنناخد واحد المول ديال الكيك اللي كيدخول فرا اكيده ما يكون شكل السق اي مول بغيتو اي شكل بغيتو غادي نضير في هادك الكاغامل هو الطبقة التحتانية ومن غادي نضير في هادك الكيكا اكيد غيولي هو الطبقة الفقانية يعني حيش غا تتقلبه كان شدو ذاك القاعد المول وكان عمروه كامل بديك لأسوسكا قامل ومن بعد ان نضيروها البنات كان هزوها كالمول كيف كتشوفوا معي وكان وزعوا ذاك السوسكا قامل وخطبا لكم مرة غادي تلصق ماشي مشكلة تعود طيب في الفران وها تعود تكسح معانا لك مشي مشكلة وخطبا لكم انها راها بدتك تقصحوا ذاك شيء لا يوجد مشكلة عادي او الزبدة او الحليب براها كتك صح لك ما علينا اشتروا المرحلة التانية او الطبقة التانية لبنات طبقة التانية سنحتاجوا فيها الطبقة التانية في حلقة بنية طبقة التانية سنحتاجوا فيها البنات ثلاثة البيضات وكسد الحليب والسكر فاني والسكر سنيده اكيد بالنسبة لكم ان تشوفوا هذه الطاسات من صحكم حتى التحدى العفية تحرقت لي منعوا تلكم ما تتقربواش العفية دغية تشد العفية ليس مشكلة كيف تشاهدوا الرأس وكل شيء تعاوضي ان شاء الله رحمه 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 مهم غزلتي كيف كتشوفوا معايا هنا اخذت ذاك الكسد الحليب هنا البنات يمكن لكم إلا بغيتوا تدروا الطبقة تكون مكينة عريضة يعني تدروا طبقة واضحة اكتر يمكن لكم تضبلوا المقادر تدروا جوش كيفان دي الحليب وخمسة دي البيضات كافية هنا تدرد كسد الحليب تدرد 3 بيضات للبنات صغار إلا كانوا كبار ستدروا غير جوش دي البيضات هنا عندي البيضات صغار لنا البنات مهم إلا كانوا عندكم بيضات كبار ستكتافيوا بجوش دي البيضات باركة في كويس دي الحليب في سكر الفاني أو سكر سانيدة بالنسبة للسكر سانيدة تدروا على حسب الضوء يعني كالك يبغي الحلاو ستدردك 4 ملقات هكاك اللي حلوة ستدرد 3 ملقات مهم غزلتي هنا كيف كتشوفوا معايا في الميكس يعني هذا الكيكس كل شيء تخلط في الميكس وكل شيء تخلط في دقة واحدة ولكن في الفران لماذا يسمى قدرة قادرة؟ سبحان الله سبحانك يا إله كل شيء كل طبقة تتعزي بوحدها مهم غزلتي من بعد ما نطحن كل شيء في الميكسر سنقوم بفق من الكراميل نشد طبقة الكراميل هذا الكراميل سنقوم بفق من الكراميل سنقوم بطبقة الكيك شوكولات يعني الطبقة الثالثة يعني كيف تلاحظوا معايا لا تحتاجه للميكسر يعني غير الميكسر الغرض أو المولي ناكس كلها كيف يقول لها البنات بالنسبة المقادر الكيك نحتاجه فيها ثلاثة جل بيضات نحتاجه الخمارات الزيت الخل كاكاو وسكر فاني السكر يعني مقادر بسيطة وعشكت لكم بسيطة وعشكت لكم بسيطة مولي ناكس لا نحتاجه للميكسر للميكسر سوف نبدأ فيها ثلاثة كريم كراميل سوف نقوم بسيطة مولي ناكسر سوف نقوم بسيطة كوز الحليب نصف كاز الزيت دائما نحاول لك كترس فيهم الزيت اما نقوم بسيطة او نصف كاز نصف كاز الزيت كذا ونستطيع الزيت نقوم بسيطة نحاول اوكاو لنقوم بسيطة لديكم اوكاو معلقة الكاكاو المر سوف اخفض게 فييطة معلقة الكاكاو وماذا لديكم بسيطة منذ العبار سوف اخفض معلقة الكاكاو سكر سنيده كيف تشوفوا معي قدرت 4 معلقات يعني انا ما كانوش عمرين انتوطال غدي جيو ربعات المعالقة لبنات عمرين جل سكر سنيده يعني معالقة عمرين كبار وغدي ندير هادوك البيضات ديالي ثلاثة ديال البيضات البيض ديالي هنا كيف كنقول لكم اراه صغير يعني انتم ايلا عندكم البيض كبير غادي بتكتافيوا بجوج ديال البيضات اراه كل شي البنات على حساب البيض وعاوتاني على حساب الدقيق في الكيك تنخدموا على حساب الدقيق ديالنا وكيف يشربوا على حساب البيض ديالنا وكيف كبير هذه البنات اللي كيكون مختلف يقدر يختلف عند ملحين الاخر ثم من كل مرة وفي كوزينتها الاخرى صافي كيف كتشوفوا معانا غزلتي غادي ندير ذاك الشاسي تلفاني سمحوا يا بنات كان دوي بزاف ولكن انا اريد ان نشرح لكم الديطايا باش ميتبغيوا تصوبوا الوصفة مديكمش هكا مهقدة وغاوت سمعوا الصوت اللي ماشين اخترا اليوم بنت شميشة رخصنا النشره ما شاء الله مع الوليدات اتجمعوا الحويج وانا غير فقط بنت شميشة خدمت اللي ماشين اوتوماتيك معك تدير البنات هات الصوت ماشي بحل عادية مكتديرش الصوت اللي ماشين اوتوماتيك كيبقى بجرودك الصوت فاش كيبغيوا عصره مو يمجران كيعرفو كي تصبني هنه درستي البنات الخل اكيد عدوا عدة يدور كل شيء في الموليناكس وكيف حيث تدريك بالنسبة للطيقة لبنات سوف تحتاجون جوش كيسان ديال الطقيق جوش كيسان ديال الطقيق وكيش خمارات سوف تكون كل شيء واضح معكم في الحالي فديو انتم البنات واخها غادي ندير الخلاط أباليكم مخلط في الفران سوف نتعزيز كل حيزة بنات المقادر واضحين في الاخير جوش كيسان ديال الطقيق وكيش خمارات لا يوجد مشكل اكيد يكون منخول البنات هنا هذو الخريطات اللي تحول في المول خاصة نمسحهم سيناء لا يجعلوش لي الكيك طيب ديما البناتي لعمر لكم المول بالخالد الكيك مسحوا سيناء لا يجعلوكم الكيك ديالكم ما عنيناش سنخضو واحد صينية للفرن البنات كيف كتوفو معايا حطينا فيها المول و سندلو فيها الماء طيب يعني سندخلوه طيب في الباماغي أو حمام مريم هنا الفران سنشعلوه من تحت حتى تبدأ طيب لي الكيك و نشعل من الفوق باش يتحمر سفي غزالتي بالنسبة لكي هولك عنده فران دي لضوء والكيك ما كتطلعش ليه كتطلعوك يخرجها كتهبط فاخويا والاختي من الطفي الفران خلي الكيك ديالك وسطو واحد خمسة تلعشرة ديالدقيق والكيك والفران مسدود ومطفي وخرجه ان شاء الله ما غديش تهبط معك والكيك ديما البنات ما نحلوش عليه في الأول حتى نشمو الريحة الكيك تنشمو الريحة الكيك تدوز على الأقل واحد خمسة وتلسين دقيقة هذا نحلو عليه أكيد البنات الحرارة تكون متوسطة سندخلها بالفران و هنا البنات شوفوا ما شاء الله كيف تجيه من بعد ما حتيت بالكيك دياليسة سوف ندخل السكين سوف نقلبها من الجوانيب حاول نقلبه ندوره المول ونقلبه حتى بعد ما لا تكون من جهة طيبة هنا بقي غير شوية البنات ونخرجها ان شاء الله رحمه 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 شكل نهائي و نتمنى البنات هذا الفيديو هنا الاعجاب ديركم أكيد أكيد وين البنات هذه من خرجتها من الفران هنتم البنات هنا رباقة سخونة قلبتها لا تخافوا منها رباقة سخونة تدفع هنا لشوكو مثال من جنب مهم غزلتي كالجراقية هنا سوف نديرها تبرد شوية واندوز لنا كلها واندو الوقت اخليها تبرد تماما على قلبها مهم غزلتي وكل أعجبكم فيديو لا تنسوش ديروا ليجام وليكم انتوقعوا محفزة اكيد ويزون انتلقوا فيديو جاني ان شاء الله رحمه رحمه الرحيم باي باي عليكم